بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 part 9 ACI Code Professions for Estimating Be Effective ايه الكلام ده هو ايه هي الشروط بتاعة ACI Code عشان نحدد ال Be Effective ونرجع نفتكتر تاني السيكشن اللي هو التي سيكشن كنا بنقول المسافة ديت هي ال Be Effective وده ال Be Web والمسافة ديت اللي هي ال Be اللي هي من ال Center Line لل Center Line بتاع البلطات اللي محاوطة الكاميرا اللي عندها فبالنسبة لل T-Beam بنقول ان ال Be Effective اقل من او يساوي L على الاربعة وايه هي L ده اللي سبان بتاع الكاميرا دي المسافة L او اقل من او يساوي 16 HF Plus BW BW طبعا ده الويتس بتاع الويب HF اللي هو ارتفاع اللي فلانج اللي عندك او اقل من او يساوي ال Be Actual ال Be Actual اللي هي المسافة من ال Center to Center من Center البلطات اللي محاوطة الكاميرا اللي عندها طبعا بنحسب الثلاث قيم دول وناخد القيمة اللي هي السمولر او القيمة الاصغر طيب بالنسبة للكاميرا اللي هي L Section L Section يعني في بلاطة من جهة واحدة هادي ال Be Effective وده اللي هو ال H ال Be W H F بنقول ال Be Effective اقل من او يساوي اللسبان على 12 ده اللسبان بتاع الكاميرا اللي عندي اللي هو L بلاص ال Be Web اقل من او يساوي 6 HF بلاص ال Be Web اقل من او يساوي ال Be Actual وال Be Actual هنا في الحالة دي خلي باننا بنحسبها ازاي اللي هي ال Be Web بلاص نص مضروف في Clear Distance To the Next Web يعني في هنا Web موجودة ها فبنقول Clear Distance ادي Clear Distance طيب بالنسبة لل Isolated T Peams بنقول خلي بالك ال HF لازم تبقى اكبر من او يساوي ال Be W على 2 وال Be Effective اقل من او يساوي اربعة ال Be Web طبعا الكلام ده كله According to ال ACI Code اللي هو الVersion 318 في Section 18 آشها أشهر ترجمة نانسي قنقر